بعد القيل والقال في وسائل إعلام الجزائرية طيلة نهار اليوم والتي تحاول منذ ليلة أمس الضغط على المدرب بلماضي لدفعه للرحيل وترشح عدة أسماء لخلافته أفاد مقربون من الناخب الوطني جمال بلماضي أنه ترجع عن فكرة استقالته بعد الإقصاء من نهائية كسبم إفريقيا في الدولة الأول ويكون رئيس الاتحادية وليد صادي قد تدخل لإقناع بالماضي بالبقاء لإنقاذ المنتخب الذي سيكون مقبلا على تصفية كأس العالم بعد أقل من شهرين خاصة أن وليد صادي وجد نفسه أمام وضع صعب قد يخسر كل شيء بذهب بالماضي الذي سيتبعه ثمانية لعبين أساسيين وهم رياض محرز بغداد بن جاح يوسف بليلي إسلام سليماني صوفيان فيغولي رئيس بولحي نبيل بن طالب وعيسى مندي مما يعني أن المنتخب سيفقد نصف لعبه وهو الذي تنتظره مواعيد همه ويكون بالماضي قد وفق على فكرة وليد صادي بالبقاء والعدول عن فكرة الاستقالة التي تحدث عنها مع لعبه أمس داخل غرفة تغيير الملابس والتي جاءت في مرحلة غضب فقط من الهزيمة أمام موريطانيا خاصة وأنه لقي أيضا دعما من طرف الكثير من الجزائريين الرافضين لخروجه من الباب الضيق وهو الذي أهدى الجزائر النجم الثانية وحتى اللاعبين رفضوا فكرة رحيله وترك المنتخب في منتصف الطريق وفي انتظار وصول المنتخب الوطني من كوديفوار عشية اليوم يبقى الجميع ينتظر تطورات ما بعد الإقصاء من كاس أمم إفريقيا ترجمة نانسي قنقر